بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد الخلق والمرسلين اللي صار صلية الرصاص زي ما حكيتها مسبقاً للإعلام صلية الرصاص طلعت قبل عساعة ثلاث الفجر قبل الأذان الأول فيه الاشي اللي بخطر على بال أي واحد فلسطيني بعيش في مدننا وقرانا إنه الاحتلال هو اللي جاي وإنه جاي فيها في اعتقالات أو إش زي هيك أو شغل اشتباك بس لا هي صلية وخلص يعني ما حد رد عليهم هيك إحنا كلنا خلص ما خطر لنا بأي شكل من الأشكال إنه دارنا ينطخ عليها وفيش مبرر من وجهة نظرنا ما في مبرر ما في عنا لا مشاكل ولا عدوات ولا أي إشي عايشين بأمان بشكل طبيعي علاقتنا جيدة مع الكل مع الجيران الأقارب ما في سبب إنه حدا ييجي يطخ علينا هيك وبهالشكل هاد وفي نص الليل المهم صلينا أور ركعتين القيام في الركعة الثانية حدا بيرن الجرس رد ابني بيقول أخلي أبو دكتور تعال عوزينك برا جارنا الله يجزي الخير المهم بيطلع زوجي زي لما رجع بحكيلي الشارع كله أمان فلسطيني وبلموا في الفشك الرصاص اللي فضي وبيقولوله يا دكتور انطخ على دارك شو انطخ على دارك كيف ليش شو صاير يعني وطبعا طايلين حفنة الرصاص هذا كله انطخ على دارك وهي زي ما حكيت لك قبل انه من سلاح الكتروني واضح يعني شغل رشاش مش سلاح صغير مسدس أو هيك والصلي مرة واحدة طرقت وبقوة هلأ لما طلع النهار أنا طلعت أتفرج اللي بواب مخزكات وطبعا السيارة كونها في الكراج برضو الرصاص كان يرتض ويضرب في السيارة والعجل ما في زور بالمرة نازل على الأرض وحيطان البرندر رصاص كان يترك فيهن ما استوعبتش ليش يعني ليش شو فيه مبرر وما كدرتش صدقا ما كدرنا نوجه أصابع الاتهام لحدا لأنه فيش مبرر فيش بس احنا منسمع تم اطلاق النار على الناشط كذا في نابلس تم اطلاق النار على الناشط في الخليل تم اطلاق النار على عضو المجلس البلدي فبصروين طب يعني نقول احنا قصة أو سلسلة من ضمن حلقة من ضمنها سلسلة هاي اللي قاعدة بتصير في الضفة حالة هالفلتان بس ليش ليش تايصير يعني لحد ما انه زوجي هو في الأقصى تقريبا على الساعة 9 صبح يوصل للمسجد الأقصى الناس بتودي له سكرينشوت من مجموعة اسمها قلقيليا الإياد فيها اعتراف صريح قبل قليل شكلها حتى المنشور طالع أو المكتوب الساعة 5 حسب تاريخه على السكرينشوت وزوجي ودى ليها على الساعة 9 قبل قليل تم اطلاق النار على منزل عبد اللطيف أبو صفاقة لأنها زوجته الصحفية زهرة خدرج نالت أو تطاولت إش زي هيك من شهداء الأجهزة الأمنية شهداء فتح وحاطين منشور إلي كنت كاتبته على الفيس بترحم فيه على الشهداء اللي استشهدوا في خلية قلقيليا القصامية سنة 2009 محمد سمان محمد ياسين عبد الناصر الباشا إياد أبتلي وإياد بيكون ابن خالي ومحمد عطية وبيكون محمد عطية ابن جيران ما كمان وكاتبه أنا كاينة من الـ 2019 مقال مفصلي فيه تفاصيل اللي صار في تصفية الخلية وكان عنوانه المقال المقاومة في الضفة في زمن التنسيق الأمني خلية قلقية القصامية نموذجا وحاكي بالتفصيل كيف صارت الشغلة وكيف تم تصفية الشباب واستندت أنا على الحقائق اللي أنا بعرفها وأنا بنت البلد وبنت الحارة والحقائق برضو اللي قرأتها في مقالات أخرى كتبت في هذا المجال وحتى أنا مستشهدة في خلال المقال في المقالات اللي استخدمتهم منها فلما فيه اعتراف صريح ما ظلش فيه تهمة صار فيه اعتراف هلأ زوجي راح قدمشك على المباحث العصرية لما رجع ولحد هلأ طبعا ما بعرفش يعني ما طلع أي صوت ما حدا استنكر ما حدا قال بصرش ما سمعنا كلمة من المحافظ وطبعا هذا اللي قاعد بصير تهديد للسلم الأهلي إحنا آمنين في بيتنا لو حتى على فرض إلهم حق عندي زي ما بيقولوا في البداية كنت أنا مستهترا في دماء الشهداء وبعدين صرت أنا في منشوراتهم يقولوا عني إني بسب على الشهداء مش عارفي يعني أنا وين هي اللي سباته وثانيا إذا فيه حدا إلو حق فيه قانون الناس بتأخذ الحق من خلال القانون مش باجي بطخ عداريكي وبتيجي بالطخ عداري وباجي بخنجريكي وبتيجي بتخنجري صارت غابة هاي مش مش مجتمع ولا هو هل إحنا بدنا نصدر المشاكل اللي قاعدة بتصير في بين إخواننا في الفلسطينية الداخل عنا في الضفة بروح بوكتلوا الواحد وطلع من الجامع بنت بدها تشغل سيارتها بنت بلدية رئيس بلدية شفو عمر بتشغل سيارتها بتنفجر فيها شو اللي قاعدة بصير هل قاعدين إحنا نعمل هون إشي مشابه لوين تك ووين الناس العقلاء مشان تحط حد لهذا الكلام خاصة إنه نحن نتعرض لحملة تحريض ممنهجة وواضحة وإذكاء لنار الفتن وتعرفي لما تولع النار ما بتعرفيش وين بتوصل فوين العقلاء مشان يحط حد لهذا الكلام اللي بيصير هذا لا يجوز وهذا تعدي على الشعب بكامل وعلى تراثي الشعب نعم فتح يا أول رصاصة ولكن في من تبعها كل الشعب تبع بدي يحرر بلاده بش حكر على حد محدد أبدا فمو كيجيش كل واحد يعمل لي حاله انه هو الميراث وهو لا انت لا انت باطل انت كعب تخذ المعليهود دك تخني تخني يا أخي بس مش راح أسكت انت بتشتر ماليهود عملك هذا اللي بيعمل هذا العمل أعمل ماليهود فقط لا غير ما عنديش أنا كشخص أحكي غيره كطبيب الدكتور عبدال بحكي هذا الكلام بصراحة و بوضوح لا مواربة فيها اللي يسمع يسمع واللي يدري يدري بطلت تفرك معي الواحد إذا انت تيجي وأنا عامل في داري والتخطق وانت عامل لي انت سلطة بتحمله عين أنت وين هو المحافظ وين غيره وين هم هايو مين ما سمعتشنا لا محافظ ولا ولا حدا من سلطة يجع مباحث وغيره يحقق لي يرمي رصاص وروح تقدمت وعابت ضد مجهول وابدو يجي لأوني واحد عامل ضدنا اليهود وانت من كان صاروا ميخذيني عطول ميخذيني فبين حقي أنا كمواطن وين هم وين هذا التخريب للسلم الاجتماعي اللي بصير في البلد مين المسؤول عنه المحافظ أول واحد ومن تبعه وانا لا أخاف من أحد ويعرف الداني وما ما أخاف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى وتحت رأيك لأي أنا محمد صلى الله بعمل وبيهمنيش وبيتهمنيش الرأيات ولا الأسماء ولا الأخ وهيكون تعليلها في الباصات في كل مكان وبقولها في الفضاء الواسع بالحمد لله رب العالمي بس يعطيك العافية وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر